ترتدي جيانين ماسيكا الملابس الطبية وتغطي شعرها لترعى طفلة في الثانية من عمرها تعاني من مرض الإيبولة ولتجنب الإصابة يجب أن يرتدي مقدم الرعاية للأطفال المرضى ملابس للوقاية فيضعون كمامات جراحية ونظارات ويرتدون أحذية مطاطية وقفازات لكن ماسيكا وغيرها من النساء التي أصبنا بالمرض اكتسبنا مناعة ضده لهذا فإن بوسعهن إمضاء أيام بكاملها مع المرضى في مركز للعلاج ببلدة بيني في إقليم كيفو الشمالي فيقدمنا الرعاية والحنان لهؤلاء الصغار ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الأطفال يمثلون 29% من جملة أكثر من 1200 حالة إصابة مؤكدة